سلام عليكم فتحيات كده ينصحها والأحوال نتمنى تكونوا بخير على خير وفي أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سوف نرى أربعة طرق لكي تحتفظوا على التومة يلا نبدأ على بركتي الله سوف نرى طريقة سهلة من بعد ما فرقت التومة سوف نديرها في كسرنا فيها واحد الماء سوف نديرها في البوطة سوف يطفل وهي كلفة كاتولي سوف تقشر بطريقة سهلة و سوف يدعم منها حتى قليلا سوف تفرجوها وهي بقى سخونة حيث لا أرجع لها البرد سوف يترجع في المكان أول طريقة هي سوف نقطع التومة على شكل دوائر و سوف ندخلها إلى ميكرو أند سوف ندير 10 سوق سوف نقلبها حتى نلقيها يبسط والطريقة الثانية سوف نقلبها سوف نقلبها سوف نقلبها و سوف نحتفظ في المجمد أضفت لها الملح و أضفت لها الزيت الملحة باش ما تكهاش و باش ما تخسرش و الزيت باش ما تجمد شي لدرتها في المجمد و يضيف في المجمد و تجمد حفظ قم بحفظ حتى تفضل على البرد سوف نقلبها في القراعي و من بعد سوف نغلبها و من بعد نقلبها في تلاجة سوف ننضيفها الخلدة يجب أن نضيف تلاجة و نقلبها في العجل قويا بالأعلى أما الطريقة الثالثة فغادي نديرها على شكل تومة مرقدة غادي نديرها تومة ديالي على شكل فصوص فقرعة معقمة وغادي نضيف عليها الماء والملحة والخل والحامض كما غادي ندير اما الخل الابيض اللي كيديرو معدوش مشكيل او خل التفح وغادي ندير فوق منها واحد الخويط ديال الزويتا هالطرق انا متأكدة غايتعجب العيالات اللي ما كيبغي وشريحة التوبة في ديهم هتوجدها في مرة والتاندة ودعبة غادي نسد علات المردي علي وغادي نديرها غادي في البلاكر باشا نخليها ترقد وتحمض اما بالنسبة للطريقة الرابعة فاسباق اليها ذكرتها تحنتها تحية بنفس المكونات بالزيت و بالملحة وغادي نديرها في بوطة صغيرة غادي نغلفها بالفيلم أليمونتاغ باش ما تطلقش لي الريحة في الكورجيلاتور ومن بعد غادي نسدها ونديرها فيها مني كان بغي ناخدها غير بمعلقة كنجبدها حيات ما كتجمدش مزين ودهبا نرجعو التومة ديالنا المجفة غادي نديرها في طحنة ديال القهوة هم طحنوها هتلاحظو بانها غادي تجيب منيه لبزاف خصوصا منك تكون عندك طحنة مجادة حتى ولي شفتيها شوية غايتها رمشات ومو بغا تتطحن للك مزيان زادي لها شوية ديال الملحة وغادي تشوفي نتيجة هائلة وكين اصلا لك يبغي التومة تكون غير مهارمشة على حساب استعمالات ديالها إلا لاحظو قدرت كيب مليا صغيرة من التومة حيات التومة بقا غالية حدا وإمتى غادي تكون تومة رخيصة وخوضوها بكترة واختاروا واحدة من هاتطورق الأربعة واحتفظو بها عندكم لمدة طويلة هاك كانت حدا والغلاء ونقتصتو شوية من المصرف ديالنا وحتى بتسبل الجفيف ديال التومة كيندين عدة طورق باش نجفو بها التومة شي نهار غادي نوريهم ليكم من اللي نيالتها وطحنتها مزيان غادي نحتفظو بها في قريعة صغيرة لوقت الحاجة وهذا هو الشكل النهائي للأشكال الأربعة للمرقة ترفي بلاكار ديال المجميد ديال التلاجة والبدرة كنتمنى يكون أعجبكم للفيديو خليتكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر